الكرم الكرم وإحنا الأخصى هنشر حبه في كل مكان نفتح قلبك يسعى بيحبك نور حياتك بالميمة الكرم 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 أهلاً بيكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان في العالم أهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامتكم الكرم مباشر النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا يهم شبابنا وأولادنا في بداية حياتهم ونتكلم النهاردة عن موضوع مشيئة الله في اختيار شريك الحياة قدين موضوع ده مهم جدا والنهاردة يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا حضرة القص جميع الفهيم راعي كنيسة رسولية بطيمة مصر ورئيس مجمع مصر الكنائس الرسولية مصر العليا طبعا أهلا بك حضر الأسيس أهلا بك أهلا بك مبسوطين تكون معينا النهاردة شكرا موضوع مهم وحيوي خصوصا أن حضرتك عندك قد إيه باع طويل في الموضوع دوت وخبرة طويلة جدا مبسوطين تكون معينا النهاردة شكرا شكرا أعزائي مشاهدين احنا عارفين الموضوع ده مهم ازاي وبيجينا تساؤلات كثيرة جدا جدا من شبابنا وأولادنا وبناتنا عن الموضوع دوت عشان كده النهاردة هنبتدي نفتح القطوط يمكن بعد نص الحلقة بعد ما نسمع جانب الأسيس وهو بيقول لنا لكن كمان مهم قوي نسمع قرأكم وأسئلتكم وأي تعليق تحبوا تضيفوه للحلقة حيسر الحلقة وقد إيه هنبقى مبسوطين جدا نكون بنسمعكم ونتواصل معاكم عبر شاشات قناة الكرمة عايزين نتكلم النهاردة عن إزاي أختار شريك حياتي زي ما احنا عارفين أنه أول حد أسس الموضوع الزواج دوت كان مين كان الله في جنة عدن زي ما حرك عارف كان الله أعدل آدم مكان العرص اللي هو كان الجنة وجاب له العروسة اللي هي كانت الحواء وكمان هو اللي عقد جوزهم يعني هو اللي جوزهم لبعض ودي حاجة قد إيه رائعة كمان أول حاجة أول احتفال رب حضره رب يسوع ما كان على الأرض كان في عرص قناة جليلة أدي الرب كان بيكرم جداً الزواج ومكتوب أنه ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد أدي زواج ده حاجة مهمة جداً جداً وناس كتيرة بتحب تسأل إيه مشيئة الله في حياتي مين الشخص اللي ارتبط بي هلما حس قلبي بيننبض مرة واحدة يبقى هو ده الشخص المطلوب هلما يحصل كيميا بيننا هل لما شوفه أول مرة كده أنا أحس أنه هو ده نص التاني زي ما بنسمع يعني عايزين نعرف ولا هي حسابات عقلانية ولا إيه الموضوع عايزين عشان نبتدي على نعرف مشيئة الله في الأول أنا عايز أعرف حاجة مهمة أوي إنه مين هو الله بالنسبة لي يعني لو أنا أنا بالنسبة الله ده الله ده ده رائع وجميل وحلو لكن عايز أعرف لو أنا علاقتي مع الله مش قوية ومش عارفه قوي ومش بس معه قوي إزاي عارف مشيئته في حياتي حضرتك ذكرتي مقدمة فيها كذا نقطة مهمة لكن يعني اسمحي لي أقولك إزاي أنا بعرف مشيئة الله ما قدرش أعرف مشيئته إلا زي ما حضرتك أشارتي إلا إذا أنا تعرفت عليه ما ينفعشي أعرف واحد وأخد عليه إلا إذا مشيت معاه معرفة أقلانية يعني أصد حرارك يعني كلنا بنسمع حاجة ما جايرك بالكلام إلا إذا أنا مشيت معاه عرفت إيه أسلوبه عرفت إيه اتجاهه وخلينا جيبها لك على الطول يعني مباشر أني أنا مهمة أوي أني أنا أعرف أني مشيت الله أني أنا أبقى ابن لله كتاب يقول لنا لأن الله يريد أن جميع الناس يقلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يبقى أنا لما أبقى ابن لله ملك للرب يسوع بطالع كلمته بقراها ببقى في محضره أقدر أفهم فكره من خلال كلمة الله واللي بيرشدني أكتر لمعرفة ما شئته زي ما قلنا نمرة واحد أن أنا بقبله مخلص شخص لحياتي نمرة اتنين أن أنا بقرا كلمته الكتاب المقدس بفهم فكره بفهم فكره الحاجة التالتة أن أنا أخضع نفسي لروح القول يمكن الكلام ده لهوتي كبير شوية لكن خليه سبط إني أنا أخذها ببساطة يعني إيه أقبل المسيح في حياتي أنا بقول له أنا إنسان خاطئ أنا ما فيش علاقة وثيقة معك أنا بعرف أني فيه الله موجود وأنه هو اللي خلق الكون وخلق الإنسان وزي ما حضرتك أشارتي خلق حواء وأحضرها إلى آدم كل ده كلام كويس لكن أنا مهم جدا أتعرف عليه علشان أفهم فكره هو بيقول لنا أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها أنصحك عيني عليك خلاص أنا بقيت فيه علاقة بينه وبينه أقول له بص بقا أنت زي ما جبت حواء لآدم وأنت نفسك قد ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع فأصنع له معينا نظيره دي في تكوين اتنين دي في تكوين اتنين وزي ما حضرتك أشارتي برضو أن الرب هو اللي أحضرها لآدم هو اللي عمل العرس في جنة عدن وهو كان الشاهد على عقد الزواج هو اللي كان مهتم بهذا الموضوع أنا متهيق لي أن الملائكة كانت موجودة وحضرة ومش بس الملائكة الحيوانات والطيور والحاجات دي كلها كانت فرحانة بمين بآدم اللي هو رأس الخليقة الأرضية فأنا بقول للمشاهد العزيز والمشاهدة للموضوع مش بهم الرجل بس مش بهم الشاب بس بهم الشاب والشابة دي أكيد فإحنا الاتنين شاب وشابة مهم قوي أن أنا ببحث عن مشيقة الله في حياتي رائع جدا يا حجر الأسيس عايزين نخص أكتر في الموضوع يعني إيه أعرف مشيقة الله في حياتي الله زي ما احنا عرفنا أنه هو عايزني أن أنا أكون بارتبط طبعا في ناس ليهم دعوة البتولية لكن لو أنا لي دعوة أن أنا أتجوز وارتبط إزاي أكون يعني في مفاهيم كتير قوي قوي زي ما حاك عارف لكن إيه مفهوم الكتاب في موضوع الزواج ده بالذات الحقيقة حضرتك ذكرتي حاجة مهمة اللي هي إيه إني الله أحضر حواء لآدم وأن الرب علشان خاطر يرفع من شأن الزواج ويقول لنا قد إيه إن الزواج ده شيء رائع هو شرف عرص قانا الجليل ومش كده وبس اللي بيعرف القصة دي والمعجزة دي كانت أول المعجزات ياه اتحول الفرح اتحول العرص إلى شيء عظيم ورائع الناس كلها ما اعتقدش إنها نسيت عرص قانا الجليل الآية الثالثة اللي ذكرتيها في عبرانين 13 ليكن الزواج مكرما عند كل واحد ده مش كده وبس ده الكتاب رفع قيمة الزواج إلى حد علاقة المسيح بالكنيسة الكنيسة هي عروس المسيح الرب يسوح هو العريس أنا عاوز أقول لا حبائنا المشاهدين الزواج ده شيء رائع شيء مفيش بعده قيمة لكن حتة إنه الإنسان أو الشاب بيبقى مختلط عليه الأمر خايف متردد من ناحية أتجوز ما أتجوزش بعدين طيب أنا ممكن أتعب خليني كده حر برحتي أطلع برحتي أدخل برحتي أعمل اللي أنا عاوزه لا الكتاب بيقول معينا نظيره يعني عاوز أقول للشاب أنت لما حترتبط أنت حتلاقي حد ياخد بإيدك حتلاقي حد إيده في إيدك وتمشو مع بعض رحلة الحياة فما تخافش من موضوع الزواج إذا كان فيه خبرات فيه اختبارات فيه تجارب صعبة ده مش مقياس لكن المقياس الكتابي قال الزواج شيء رائع شيء عظيم حتى ذكرت حاجتين مهمين موضوع البتولية فعلا دي دعوة من الله أمين وبيبقوا حباءنا الرهبان أو التصوني أو الأخوات المكرسات بيبقوا باركة وخدمة لكن ربنا لما خلق الزواج قال لأدم أثمره واكسره واملقه الأرض آخر شيء أقوله في الجزئية دي بالذات من فضلك ومن فضلك ما تترددوش في الإقدام على هذه الخطوة الرائعة بس معلش لازم يكون فيه وقت مناسب سن مناسب للزواج ده معنى معين نظيره معين نظيره إننا فيه تناسب معين يعني هلبر يعني مساعد يعني معضد مشجع حاجات كتير قوي لكن نظيره زي ما حرك بتقول يبقى حرك زي ما كنت بتقول عمره مناسب ووضع ما دي مناسب إيه تاني ممكن يكون لازم برضو المستوى الاجتماعي يكون مناسب ومش كده وبس كتاب قال لنا بوليس الرسول قال لنا آية مهمة جدا جدا في كورون ستانية ستة أربعتاشر الآية دي بتقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين وبعدين بيقول إيه لأنه أية خلطة للبر والإثم أية شاركة للنور مع الظلمة وبعدين أي اتفاق للمسيح مع بلي حال إلى آخره بمعنى إيه وضحنا شوية حاضر أيه بيقول كده لأنه أية خلطة للبر والإثم الإنسان المؤمن إذا كان شاب أو شابة بيتمتع ببر المسيح ودي قصة تانية ليه حياته مع الرب ليه علاقته مع الرب فاهم ما هي مشيئة الله ما ينفعش المؤمن يرثبط بإنسان خاطئ حتى لو قال مثلا بعد الجواز أنا هغيرها وهي تمشي معايا يعني فكرة لما هغير الشخص الآخر دي موجودة في موضوع الزواج حضرتك شوفي بيحصل نادرا ولكل قاعدة شواز لكن ما تنسيش إن ده قانون إلهي اسمحيلي إذا أنا كنت هرتبط بإنسانة غير مؤمنة أنا في الحالة دي مش بتم مشيئة الله أنا بختار بحسب مرأة عينية ودي حاجة خطيرة بختار بحسب مزاجي الخاص أو أحيانا بكون مدفوع بجمالها عيلتها مستوها المادي في الحالة دي أنا ببص لأمور مادية هي اللي شدتني لكن لما أنا ببص للأمر الكتابي أنا بكون مرتاح وخلينا أقول حاجة أكتر من كده ليس كل مؤمن لكل مؤمن آه ده مبدأ مهم قوي بمعنى إيه عاوزين توضيح أكتر بمعنى الكتاب بيقول آه لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين يعني أنا مؤمن أجوز واحدة مؤمنة لكن ممكن خالص يبقوا لتنين مؤمنين ومنفعوش لبعض دي تحددخلني في قصة تانية موضوع تاني لازم أنا بتأكد من مشيئة الرب وما فيش منع أبدا ألتجأ لمشيرين ما فيش منع أبدا أن أنا أشوف شخص حزيز علي شخص ناضج الراعي بتاعي بتاع الكنيسة أقول له إيه رأيك واسمحولي أقول وخليني أقول لأعزائي المشاهدين وأقول لحضرات الزملاء الأفاضل خدام الرب أقول لهم ياريت ما أجملش في هذا الأمر هو جاي يطلب مشورتي هو جاي يطلب رأيي أنا حقول رأيي أقول اللي أنا بشعر بي أشارك معاه في الصلاة لكن مدفعوش للاختيار الخاطئ الأمانة في بداء الرأيي مش مجاملات لأن مجاملات بتضيع أحيانا خالص في حتة أخضر من كده موضوع ده كبير أصل صراحة هو كبير طبعا بس هنحاول نغطي على أدريك في حتة أخضر من كده ده ممكن خالص يبقوا إخوة وشعب معايا في الكنيسة وعاوزيني أنا أقوم لي على ابنهم أو بنتهم الرغبة اللي هما بيختاروها مش اللي أنا مقتنع بيها ولو قلت اللي أنا مقتنع بيه أحيانا يا حتة الأستيس مش معاول كده إحنا أقيل لك يعني شجعوا إنه يختار بنت فلان دي من عيلة بنت فلان ديت يعني لما إحنا حنسيبها إحنا بالناس بعيلة لكن ما ننساش علاقة الشاب الشابة ممكن تبقى فقيرة وتسعدوا أكتر من الغنية وربنا يوفق الحلقة ذكرتوا دلوقتي بتقول أنه العقيلات ممكن تكون بتأثر على الأولاد بشكل بشكل زيادة عايزين نخص في الموضوع ده شوية أنه يعني يعني العقيلات ما بتكون بتقول يلا يا حبيبي أنت ما فت دلوقتي تكون بترتبط يلا أنت لأدك جهوزه وخلفه يعني ده بيحصل يا حتة الأستيس إيه رأي حضرتك في الكلام ده هل صحيح فعلا ولا الشابة ما يحس نفسه أنه هو حسة أنه دلوقتي ممكن يرتبط يرتبط حقول حكتين أتفضل حقول الشاب من فضلك والكلام ده قلته قبل كده اختار السن المناسب اللي تكون فيه أنت نضبط فكريا وعاطفيا واجتماعيا واقتصاديا ماديا في الحالة دي صدقني أنا بقول لابني اللي حيرتبط حتكون أكثر استقرارا وأكثر تفاهما ده ناحية الخاصة بالشاب لكن ممكن خالص يبقى ابن وحيد لوالديه والأب عنده ثروة طائلة وممكن يكون تقدم في الأيام ده الأب الأب يا ابن عمل معروف عاوز أفرح بيك عاوز أشوف حفيد لي مش بيكتفي بكده قويس خالص إن هو بيشير عليه بس لازم برضه من الناحية التانية يكون الولد في سن نضوك في العمر المناسب ما يبقاش لسه عمره إحنا عندنا قانونا إن سن 18 سن مناسب للزواج أقل من كده ممنوع هو ده السن قانوني نعم 18 ده بالنسبة للولد بالنسبة للولد والبن الولد والبن بس حتى لو وصل سن 18 أنا أقدر أقول إن سن 18 مع إنه شرعا قانوني لكن برضو ما يعتبرش سن النضوك ده أكيد فالأب بقى بيفرض على ابنه عاوز أفرح بيك ويهي الولد يلا مدام أنت هتساعدونه هتبنولي وحتوضبولي الشقة والعفشة وده كله الأب حيقوله يقوله يعني أنت تحتاج إيه أنت حتى بعد ما تتجوز إحنا بنهتم بيك طبعا ده كلام إن كان بدافع محبة لكن اسمحولي بقول للوالدين من فضلكم تريتوا تمهلوا ما تدفعوش بأولادكم للارتباط قبل أن ينضج زي ما قلنا عاطفيا وفكريا وعلميا وماديا يبني نفسه يعتمد على نفسه يا دي مهمة قوي نقطة دي حضرتك أنه يعني سنة 18 ده بيكون لسه يعني ما دخلش حتى كلية ولا حاجة بس أنا عايزة أقول حاجة حتى لو اتخرج وحسس نفسه أنه شوية لسه ما نضجش فكريا ما نضجش ذهنيا ما نضجش في فكرته عن الزواج أنا بقول أنه كمان أنه مش مجرد أنه أنا أنضج بس وخلاص في الحياة العامة والناس كلها تقول أنه ده شاب ناضج أو شاب ناضجة لكن كمان أنا من ناحية الزواج لازم أفهم أفهم زي ما نحن بكلم فكرة الله عن الزواج وإمتى الوقت المناسب وإمتى حاجات كثيرة قوية محتاجينها لأنه للأسف جدودنا وجدود جدودنا دخلوا الزواج فاكرينها فيه ناس بتفتكر لزواج رحلة جميلة فسحة حلوة بيت جديد وعفش جديد ولبس جديد في جديد وفسح وخرجات وكده يعني لكن للأسف بيستضموا بحقيقة الزواج أنا مقصدش أنه الزواج حقيقة وإحشان لكن أنا نقصد أنه الزواج حاجة رائعة لكن لو دخلناها في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة في العمر المناسب زي ما حريك بتقول حريك تفترض مثلا سن من كام لكام في العمر المناسب تقريبا يعني الحقيقة إحنا بحسب القانون زي ما بقول سن 18 لكن هفترض أن الشاب لسه في مرحلة الدراسة يبقى هيهتم بدرسته ولا يهتم ببيته ده مهم مهم خالص فالسن المناسب لما بيصل إلى مرحلة النتوج بمعنى الاستقرار بقى شخص عنده الكفاءة عنده الإمكانية الإمكانية أنه يبني بيت بقى شخص بيعتمد عليه في تكوين أسره الاهتمام بالأسره سوري في الكلمة اللي هقولها ما يبقاش لسه في السن يسمحوني أولادنا المشاهدين في الكلمة اللي حولها ما يبقاش في السن طيش الشباب ويعتبر أن الزواج أهو يعني أحسن أحيانا الوالدين يقولك خلينا لأمه بدلا ما هو ماشى على حل شعره التعبيرات أنا راجل ريفي لا بالعاكس خلص ده كلام بيحصل حقيقي اللي بيتردد في الريف بدلا ما هو ماشى على كيفه بدلا ما هو بيصهر بالليل الساعة واحدة واثنين ويجيني في آخر الليل ومعرفش هو بيصهر مع مين خليني على شك صدقوني صدقيني اللي متعود أنه يمشي بكيفه حتى بعد ما حيرتبط اسمحوا لي حيهمل في الاهتمام بشريكة حياته ده أكيد ويتبقى في الحالة دي شريكة الحياة هتبقى تعبانة ده أكيد يا حالة الأسيس ده أكيد هل في شروط تانية للشخص أنه هو يبتدي يفكر يرتبط فيه حاجة تانية زي مثلا أنه يكون عنده ثقافة معينة عنده فكر معين عنده يعني يدور على حد مناسب لي في الفكر وفي الثقافة الأساس في الكلام ده قول الله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معين النظير تمام في الأول احنا بنشوف رغبة الله في إن الإنسان يرتبط وده جانب كبير ومهم لكن الجانب التاني لما بيقول الكتاب هنا بتدخل مشيئة الله مين اللي حيجهزها مين اللي حيجيبها مين اللي حيشير بإندية بحسب مشيته هو اللي عملها وهو اللي أحضرها لآدم البعض بيعتبر أن الكلام ده صعب وأعرف إزاي أن دئيت من ربنا طب ما يمكن ما تكونش من ربنا لكن كلمة بقى معين النظير دي بتبقى تحتيها تحت التايتل ده حطي كل ما يجب أن يكون في توافق العلاقة الزوجية بمعنى الثقافة الفكرية الثقافة الدينية وده إحنا قلنا الكتاب بيقول لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين لكن خلينا أقول وتسمحيلي ده مش تعصم لأ لما بقول هم الاتنين بيصلوا مع بعض هم الاتنين عندهم فكر روحي كتابي مشترك أنا ما أقدرش تبقى تبقى حياتي كلها صراعات والأولاد نفسهم حيكون مشتتين ده حق حلشان كده بقول لكل شاب وشابة عازمين على اتخاذ هذه الخطوة مش عار بقى بعض المشاهدين ربما يتفقوا معي وربما لا يتفق إلى حد ما الكلام اللي هقوله مهم وهو ضرورة أن يتعرف الشاب على الشاب قبل الارتباط قبل الخطوة يعني ضروري أنه كل شاب وشابة يعودوا مع بعض لا يتعرف تحت إشراف نحن مقناش حاجة مش غلط دلوقتي الدنيا تقدمت وانا لما وفقت ما هل بيحصل ايه لما الولدين الكلام دا عندي أنا بقال في الخدمة أكتر من 45 سنة ربنا ديك طلطة العمر شكرا أنا باعرف الكلام دا اللي بيحصل آتي وبقولي الكلام دا عن اختبار شاب يجين يقولي أنا عاوز يعني من الكنيزة وأنا عاوز فلانا أنا بشارك معه في الرأي وبعدين بروح لأهلها أنا اللي بروح لأهلها بقول لهم فلان عاوز فلانا بس لازم يعودوا مع بعض هم الاتنين متربين في الكنيزة لكن لازم يعودوا مع بعض هم متربين في الكنيزة بيصلوا مع بعض بيطلعوا مؤتمرات مع بعض كله لكن دا لا يغني عن انهم لازم يعودوا مع بعض اللي بيحصل شيء أنا 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 بفتخر بي وبحي شعب كنيستي لأنهم بيقولوا يا السيس جي بنتك واحنا يعني ما تعبناش فيها قدك هي بيتك هو ييجي يقعد بس قبل ودي ودي حقيقة قبل ما يوافقوا ان أنا اخلي الشاب يقعد مع بنتهم بيقولوا لي معلش يعني هو مش من مستوانا او هو مش من عيلتنا يقولك طمى بلد العائلات دي المقولة اللي بيقولوها دا مش مناسب أنا بحاول اقنعه لو أنا مقتنع بان الارتباط دا فعلا هيؤدي الى نتيجة حلوة أنا بحاول اقنعه اقنع الولدين خلاص اللي تشوف يا السيس بيعودوا مع بعض مرة واثنين وثلاثة بديهم فرصة قدم لهم التحية اقعدهم في الصالون يعودوا يحكوا بحطوا قدامهم خطوط عريضة بصلي معاهم وبعدين بقولهم بقى يعني يتكلموا مع بعض ممكن هما الاثنين يطلبوا قعدة تاني بيعودوا قعدة تالتة بعد كده نروح للولدين او هي تقول لولديها يعني هما طبعا عارفوا وهم لما لما بترجع لهم في البيت بيسألوها الام بتسأل طبعا انت رأيك ايه يا بنتي انا مثلا طلبت ان اقعد مرة تانية فيش مشكلة بعد كده الشاب بيروح البيت هما هما الاتنين استريحوا البعض بيروح البيت ممكن يقعد معهم يقعد في البيت عندهم فكرة انهم يخرجوا مع بعض في فترة التعارف اللي هي قبل الخطوبة قبل الخطوبة زيت بتبقى في اضيق الحدود ولازم يبقى فيه حرس معهم يعني اخوها اختها يعني حد معيها حد من العيلة وده صح ليه بلدنا على قدم هي كبيرة لكن كل واحد يعني مفتوحة للتاني وده شيء مش وحش ده شيء كوال يعني ماينفعش يطلع معاها قبل ما يرتبتوا مساركبين مواصلات مع بعض ايه اللي مركب ابن فلان مع ابنت فلان ايه اللي موديهم لكن لبيبا في حد من العيلة زي ما حدثتك بتقولي النقبيب عندها راحة ويأخذ وقتهم ليه أنا قلت كل الكلام ده لأن كل مكان هناك اقتناع الطرفين ببعض كل ما ده سهل في إجراءات الخطوبة ومرحلة الخطوبة وبعدين فيما بعد الزواج ده حقيقي بس أنا عايز أولي حاجة بدون أقطع كلامك افرد أنا ما عنديش الأسيس اللي زي حضرتك أنا شخصية عادية جدا وهو نفس الحكاية وعايزين نرتبط ونتعرف على بعض أكتر هل أروح لمورشد روحي هل أعمل إيه يعني زي أنا كنت حقول الكلام اللي حتى تجي تقول لي لازم لازم يبقى فيه مرشد روحي ممكن تكون أخت كبيرة متقدمة في الكنيسة قائدة في اجتمع شباب مثلا ممكن ممكن يبقى أخ مؤمن روحي بس طبعا متجول لازم ده مهم ما قول على أساس يتكلم عن خبرة يتكلم عن اختبار ولم يدي النصيحة يديها بأمانة أنا بشد على كلمة أمانة لأنه ممكن يكون مرشد وبينحازل طرف دون الآخر إبقى ده مش مرشد بقى زي ما أنا قلت أنا ببزل جهد في أن أنا أخلي الوالدين قبل ما يسمحوا لي أن فلان ده وتقعد مع بنتهم لازم يكون هما مسريحين أنا ما أقدرش أشتغل من وراهم ما أقدرش أقعد الوالد مع البنت إلا إذا كان الوالدين عندهم فكرة مهما كانت رغبة الشاب والشابة ممكن شاب من الشاب يقول لي أو الشابة نفسها يقولوا لي يعني طب أنا خايفة لحسن بابا ما يوفقش أن أنا أقعد معاه أنا بصلي ولما بتكون عندي راحة وقناعة بقولهم سيبوا الحتة دي علي يعني يعني فعشان كده مهم حكاية المشورة والمرشد الروح ده أكيد وكمان كنت عايزة أقول حاجة افرد يعني الشخص ده الشاب أو الشابة قبلوا مشاكل بعد كده يعني قبل حتى ارتباطهم الرسمي مثل المشير الروحي ده بيعود مع الأب ومع الأم ومعهم هما الاتنين يعني مش بس بتبتدي بس فإن هما بس يخليهم يتعرفوا على بعض لكن كمان بيكمل معهم مشوار لو هو شخص مؤهل ده ده متى بيكمل معهم يمكن كمان في الزواج لأنه مرحلة القطوبة والتعارف والخطوبة بتبقى مختلفة شوية عن مرحلة طبعا الزواج زواج عارف فحلو أنه يكون الشخص المشير ده بيكمل معهم الرحلة على قد ما هم يسمحوه وعلى قد ما هم يحتاجوه لو فيه مشاكل أو صعوبات قدامهم معاها هما بينهم وبين بعض وبين الأهل كمان أو العيلة كلها أو المجتمع اللي هم فيه بتهيقلي ده ليه دور مهم أوي المرشد الروحي في القصة دي وتفضل فيه حتة مهمة هنا النحية المادية دي نقطة مهمة جدا هناخد فاصل حضرتك وحنسمع عزائي المشاهدين هنطلع فاصل وحنكمل على النقطة المادية بين الخطيبين أو بين الاتنين اللي بتعرفوا على بعض هل هو الاتفاق في تأسيس البيت العريس يجيب إيه والعروسة تجيب إيه والشابكة إيه كلام دي كل أوكي حنطلع فاصل أعزائي المشاهدين وهنرجع لكم فمن فضلكم ابقوا معينا الله أمين ويهب صالح ويلا بكرة ومبارح فاكر وعوده ونحن نسينا وخطوة بخطوة ما سك يدينا أما أنا أما أنا ويبيتي هنعبودك يا يسور أنا ويكل اللي في بيتي بلكك وحدك يا يسور بيتي نور اللي فينا مش هلحق بيه بتناهي نوار اللي عندك فيه انت عيناه بالحب مليك بتناهي نوار بك يا يسور بك يا يسور ابني بيت انت مليك يخرج تسبيك من شبابيك وحد قلوبنا وطلل علينا دايماً كلامك قدام عينينا أما أنا ويبيتي هنعبودك يا يسور أنا ويكل اللي في بيتي بلكك وحدك يا يسور بالنور اللي فينا مش هلحق بيه بتناهي نوار اللي عندك فيه انت عيناه بالحب مليك بتناهي نوار بك يا يسور بك يا يسور بك يا يسور بك يا يسور بكرة ومبارح فاكر وعود وين احنا نسينا ويخطوة بخطوة بس ايدينا ابني بيت بعد تمانينا يخرج تسبيك من شبابيك وحد قلوبنا وطلل علينا دايما كلاما قدام عينينا تحدينا تمانا بمينشي حنعبودك يا يسور انا ويكل اللي في بيت ملتك وحدك يا يسور نور اللي فينا مش هتخبّي بتنا هينوّر اللي أنك فيه إنتا ياهو بالحب ملي بتنا هينوّر بك يا يسوع بك يا يسوع أما أنا وبيتي هنعبودك يا يسوع أنا وكل اللي فيدي ملكت وحدك يا يسوع النور اللي فينا مش هتخبّي بتنا هينوّر اللي أنك فيه إنتا ياهو بالحب ملي بتنا هينوّر بك يا يسوع بك يا يسوع ترجمة نانسي قنقر في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبذي أن نخلص ترجمة نانسي قنقر 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 عليهم دور كبير نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر لشان خاطر تدفع قد كده دي نانسي قنقر نانسي قنقر لكل من الوالدين لكن بيحصل بقى وخليني أقول الكلمة دية لأعزقنا المشاهدين للوالدين من فضلك ما تحطش عبء كبير على الشاب وتبقى أنت عارف أن دي إمكانياته متحطش على الأب خلاص يا ابن اللي تدفعه يا ابن اللي تجيبه في بعض الوالدين الحقيقة بيبقوا حكمة يا ابن اللي هتجيبه ليك إذا كانت شابكة دي بتاعتك بتاعت عرشتك مراتك البيت اللي هتفرشه كده يعني اللي هتفرشه ده ده إمتك ده وضعك لكن خير كده فيه زي ما قلت أن بعض الوالدين إن ما كنتش تجيب وتعمل وياخدوا فيها نقاش طويل ممكن خالص ما ضعيفش تبقى كل الأمور ماشية مترتبة وتيجي النقطة دي ده مش كده أو بس ده ممكن خالص بعد الزواج الأمور المادية تبقى مشكلة ودية إن شاء الله أنا بتكلم عنها بعد شوية لكن الأمور المادية في الخطوات الأولى بالذات يجب ما تكونش عقبة مدومت أنا استريحت على اللي حيجاوز بنتي خلاص مدام هو استريح ليه أو هي استريحت ليه إحنا مهمتنا كوالدين إننا نساعد على تدعيمهم ده أكيد وكمان أنا بشوف أنه الأولاد ممكن يتأثروا يعني لو أنا كأهل الأهل بتاع الشاب وأهل الشابة لو الاتنين كان عندهم مشكلة في التواصل من ناحية المادية وكل واحد بيشد وكده متعالي لو الشاب والشابة متفقين على كل حاجة بتبقى تحصلهم جروح يمكن الشاب يقول لها ما هو باباكي ما جابش والشابة تقول له ما هو باباك ما عملش بيخشوا الزواج بمشاكل كبيرة قوي قوي وكان المفروض العائلتين هما اللي يمتصوا المشاكل دي بحيث يخشوا يعني يخشوا الزواج بطريقة أسهل وكمان أنا بشوف حاجة يمكن كمان ما الشاب يستنى ما يندج مادياً دي حاجة يمكن تساعده أكتر إنه هو يكون هو اللي بيصرف ولا إيه رأي حضرتك؟ تمام حياتك أشارتي برضو الحاجتين مهمين لازم الشاب والشابة يبقوا متفاهمين علشان كده لما بنقول معين النظيره مش أنا أبو العروسة راجل غني يبقى العروسة بقى بتفتخر إن بابايا عنده وإنت باباك ما عندوش وإحنا يعني إنت مش تشكر ربنا إن أنا ارتبطت بيك ده كلام صعب ما ينفعش ما ينفعش يبقى من بداية الحياة بنتكلم كما لو كان أنا موقفي قوي علشان أنا عندي أو بابايا عندو لا ده ممكن الشاب بيمتلك من الخلق بيمتلك من الصفات الرائعة اللي ترفع أسهمه أفضل من كنوز الدنيا وممكن خالص يبقى شاب في الأول ابتدى موظف بسيط لكن ربنا أكرمه وبقى عندو 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 ممكن شاب يكون دخل في مشروع وربنا أكرمه يعني بنصح الولدين وبالذات والدي العروس يطولوا بالهم ويكرموا العريس في بنتهم يبينوا بصورة عملية محبتهم لبنتهم عن طريق تسهيل الأمور مع الشاب يا دي نقطة مهمة قوي قوي لأن تحصل مشاكل كثيرة قوي قوي في الزواج وأظن كمان حضرة الأسيس إنه الشاب والشابة حلو يكونوا بيتفقوا من الأول على الأمور دي لأنه الأمور دي يمكن لو تثابت من غير اتفاق الدنيا بيتعبوا بعد كده ويقول ما هو كان المفروض يعمل أو هي لكن الحاجات دي ما بتبقى في الاتفاق في الأول بتاعلي بتبقى بتسهل الحياة أكتر كلام حضرتك رائع بردو بنصح الشاب والشابة هم كمان عليهم دور كبير لإقناع والديهم بضرورة التغاضي عن التمسك الشديد لحد إفشال الموضوع من الناحية المادية بقول للعروسة بقول للبنتي بقول لها من فضلك مدوم انت استريحتي للارتباط بهذا الشاب انت عليك دور كبير انك تقنعي والديك بهذا الأمر مرات كتيرة اللي عروسة تقول له لما تلاقيه هو متداق وكده ومش عارف يعمل إيه وبيقول لها أنا كده بالطريقة دية مش عارف هقدر أكمل ولا لأ تقول له سيب الموضوع ده علي خليني أنا أشوف الموضوع وتمشي الأمور يعني ما تقفش شي هي مكتوفة اليدين ما تقولش أنا ما أقدرش أنا ما أعملش لأ لازم هي عليها دول ده أكيد أحد الأستيس لأنه للأسف زي ما حالك عارف بلادنا بتمر شوية بأزمات اقتصادية دلوقتي بلادنا العربية ويمكن دل شوية أخر سن الزواج زي ما حالك عارف لأجل أن المطالب جامدة قوي قوي بتاعت الأهل بتاعت العروسة أو يعني شبكة مش عارفة كام وشقة في الحتة الفلانية فيعني لو الأهل شوية تبسطوا في الموضوع دوت بنتهم ترتبط بسهولة بشخص مناسب حلو وفي نفس الوقت الشاب برضو يعني ابنهم برضو الأهل هرتبط بسهولة بشخصية كويسة ويكونوا متناسبين مع بعض فعدم المغالاة في طلبات الأشياء دي حاجة بتسهل شوية الارتباط للشاب والشاباء قصرنا ما يكونوا في مقتبل العمر لسه ما كونوش سروات ولا كونوا فلوس يكونوا بيأسسوا بها منزل اسمحيلي عاوز أقول للوالدين أنتوا لما بدأتوا حياتكم الزوجية يمكن ما كانش عندكم الإمكانيات اللي هي عندكم حاليا فما تنساش إن الشاب لسه في بداية حياته لسه بيكون والشاب في بداية حياتها علشان كده مهم 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 زي ما حادتك بتقولي عدم المغالاة في المطالب في الطلبات اللي بيطلبها الوالدين من من أي من العريس أو العروس ما ممكن أبو العريس أقول لك طب ما أنا عندي طب هو ليه ما يدفعش لا هي مش تجارة هي مش شطارة لأ أنا بساعد في استقرار بنتي في استقرار ابني وبعدين يعني يسمحوا للوالدين أقول الكلمة دية طب أنا لما بدي ابني أو بنتي بيستقروا ويستمتعوا بالدهون ربنا في حياتي أفضل من إن أنا بعد مسافر يبتدوا بقى الإخوات يتخنقوا مع بعض لأ لازم أنا أقف معهم وأشجعهم أدي إيه تبقى فرحتي لما بص ألاقي ابني مبسوط وبنتي مبسوطة يا دا منتع الحكمة الحدرك بتقوله يا حدرت الأسيس أعزائي المشاهدين نحن نبتدي نفتح قطوط التليفونات لإستقبال مكالماتكم نعرف الموضوع كبير وموضوع شائك وموضوع فيه أسئلة كتير جدا منرحب مشاركتكم وقرأكم وأسئلتكم معنا حدرت الأسيس عنده خبرة كبيرة جدا في الموضوع دوت ونحب نستفاد من خبرته حنستكمل حديثنا يا حدرت الأسيس في ناس لها دوافع كتيرة للأسف خاطئة أما يجوا يرتبطوا يعني زي إيه مثلا حدرت الأسيس يعني يكون دافع مش صح يعني هو مش حاجة غلط لكن كمان يبدو أنه هو بيندفع للزواج من غير روية ومن غير ندوج ومن غير زي ما حالك كنت بتقول سن مناسب وعمر مناسب وندوج فكري مناسب وكل حاجة مناسبة إيه إيه الأسباب اللي بتكون بتدفع الشاب والشاب هما ياخدوا قرار الارتباط هما لسه مش جاهزين ليه؟ ما دا الكلام يا أختليدي اللي بعديناه من الأول نمرة واحد إن أنا بعرف مشيئة الله دا نمرة واحد دا مهمة أو نمرة اتنين إن أنا بقوم في السن المناسب والوضع المناسب من ناحية الندوج الفكري والعلمي والروحي والمادي كل دوت أنا بنصح أعزائي المشاهدين أولادنا الشبان والشابات إنهم لما يتأخر سنة في الإقدام على الارتباط لما يتأخر سنتين لما يتأخر ثلاث سنين مش عاوز أقول أكتر من كده ممكن أكتر بيحصل أكتر مش عاول أكتر من كده لحسن يزعلوا مني لأن سن الزواجر تفعل محرك عارف يا حسن الأستيز دلوقتي غير زمان يمكن بالظبط بالظبط وعاوز أقول لولدي العروس لما يتقدم لبنتي واحد عمره تلاتين سنة إذن أكتر حتى لو كان أكتر مقولش لا هو ما جاش يطلب بنتي إلا لما أحس أنه جدير بالارتباط ببنتي وفي نفس الوقت مش حيجيني وهو لسه طب يا ابني فين الشقة ربنا يسهل طب أنت حتعمل إيه ربنا يسهل كويس ربنا يسهل بس أنا لازم أكون مؤهل دا حقيق للارتباط لأن الزواج مش لعبة مسؤولية بس في حاجة بقى الكلام اللي حد تك ذكرت دي الخطأ في اتخاذ هذه الخطوة للارتباط مش بس السن المناسب والحاجات دي دا فيه كمان ممكن يكون كل الأوضاع اللي ذكرناها مناسبة لكن في نفس الوقت بيحصل أنه هو بيبقى مدفوع بأمور مش مزبوطة زي نمر واحد فلانة دي لو أنا مرتبطتش بيها هتطير مني كتير بتتقال تمام فلا أنا أشبكها وإن شاء الله عد خمس سنين ما ينفعش الكلام ده أنا أخطبه بعد كده لا ما ينفعش لا حيث بتقول أنه مدة الخطوبة طويلة دي حاجة مش صحية أنا أنا كمان أنا بقول نمر واحد ما تسرعش في الارتباط وما طولش إلى الحد اللي فيه اسمحيل أقول هذا التعبير الأسهم بتاعتي تنزل ما أنا بردك لو أنا كبرت عن السن المناسب للزواج اتأخرت في السن في الارتباط الأسهم بتاعتي بتنزل إزاي؟ لا طب أنا أشوف واحد سنه مناسب وإن شاء الله حتى إمكانياته تبقى أقال من أن أنا أرتبط بواحد مثلا أربعين فوق الأربعين ومعرفش أقضي معاه مرحلة شباب أنا مش بعطارد على اللي ارتبط في السن الأربعين طبعا أنا جاني أنا بيجيني ناس بتوصل لسن الأربعين وأكتر بقول لي يا ابني ليه تأخرت؟ بيقول لي أنا والدي توفى وكان علي أعو الأسرة وفي منهم صدقين شباب رائع ده أكيد مكافحين بيجوز مثلا لو عنده إخوات بنات يقولك لازم أنا أريحهم في الأول لدرجة إن كان عنده أخ أصغر منه جوزه قالك علشان بعد كده أبقى أنا مستريح أبقى ديت الرسالة أو كملت الرسالة بتاعت والدي وأرتبط أنا بحييه ده أكيد وبقوله أنت ربنا حيكرمك لو أنت تأخرت بسي بهدف زي الأهدف اللي إحنا قلناها أنا عايزة كمان أتكلم على البنات اللي هي بتقولك أنا فاتني القطر ولازم أرتبط بقى وخلاص يعني زي بتقول ألحق القطر واللي في سنة يتجوزوا من زمان للأسف الأمهات ساعات بتقول كده اللي في سنة كتجوزوا زي ما كنا بنقول وعندهم ولاد يلا ما هو ده حلو يلا يعني الاستعجال في الأمور ديت إيه رأيي حضرتك الموضوع ده هيدخلني في موضوع تاني لكن خليني أكون ملتزم بالسؤال بتاعك أنا بيبقى قدامي بنات منتهى الأخلاق شكلاً مقبول وضعها ممتاز قامتها الروحية ممتازة وتلاقي سملاها اللي في الكنيسة يروح محوودين رأيين مكان تاني مرات بتحصل الحكاية دي لكن برضو ما زلت بانصح يعني أنا عندي أمثلة كتيرة ويمكن لو سمعونا حيعرفوا أن أنا أن أنا بتكلم عليهم بنات وصلوا فوق الثلاثين خمسة وثلاثين سنة وتقدموا ليهم ناس ممتازين بس هما صلوا محسوش براحة لدرجة أني أنا شخصياً لأنهم بناتي طب ليه بس تعرفي ارتبطوا بحسب مشيئة الله عايشين حياة سعيدة رائعة مباركة فأنا عاوز أقول لبناتي عاوز أقول لكل شاب خليك أمينة مع الرب ما تختاريش هو بس أو يلا زي ما بيقولوا أو بتبقي مدفوعة من والديكي أو من زميلاتك هشوف فلانة بنت فلان يعني هي أحسن منك في إيه ارتبطت وانت بس قاعدة للأسف الكلام ده بيخلق جروح جمد أنا بزاق 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 أنا بقول أنه فيه سن متحدد عند ربنا بزاق فيه سن ندوب معين مش شرط كل اللي جاوزوا بادري هما دول يعني اللي عملوا حاجة ما حصلتش ولا اللي متأخر بمعناها أنه هما ما عملوش حاجة كانت المفروض تتعامل فدي نقطة مهمة سدقيني أنا مرة تاني بطمن كل شابة أمينة في علاقتها مع الرب وأمينة في تحديد اختيار الشخص المناسب أن يكون بحسب مشيئة الله اتطمني اتطمني ربنا هيبعتلك الشخص المناسب في الوقت المناسب يمكن ربنا بيعد هذه الشخصية علشان كده انت اتأخرتي لغاية ما هو يصل إلى نضوك حقيقي وانت ناضجة حتى لو الرب سمح والرب يطول في عمركم إنكم تعيشوا حياة زوجية عشر عشرين تلاتين سنة تاني صدقوني هتعيشوها في منتهى السعادة والنضوج والنجاح وزان بيقول لحضرتك في ذهني أمثلة كتيرة بيتأخروا اتأخروا لدرجة هم أولادي وحبايبي كنت بقول للرب إحنا بنصلي علشان أولاد الكنيسة وبنات الكنيسة بنصلي علشان هم باستمرار أنا عندي المدام كات بلستا صدقيني بأسماء أولادنا وبناتنا في الكنيسة اللي بتوصل لسنة معينة إحنا بنصلي قدام الرب بلاجاجة بحرارة وبعدين تيجي بقى إيه اللي ربنا ساهلها تروح معلم عليها يا دراءة جدا دراءة جدا فمرة حصل أنه بعد ابننا الرابع اللي هو الأصغر اللي هو جوزيف الجوز في شهر الثمانية تلاتة وعشرين ثمانية فكل الحبايب بقى بيقولوا خلاص بقى نقول لك عبال الأحفاد قالت لهم مين قال لكم أنا عندي بنات وأولاد كتير في الكنيسة لسه ما تجوزوش هم دول برضو زي أولادي وبناتي إحنا بنصلي علشانهم أنهم يرتبطوا فعاوز أقول لأولادنا وبناتنا مش بس أولاد الكنيسة اتطمنوا ما فاتكيش سن الزواج القطر ما سابكيش لا ده القطر اللي هو فيه العريس بتاعك حيقف عن محطة بتاعتك حتى لو كنت إنت في قارية صغيرة طمامين يا حضر الأسيس ده كلام مطمئن جدا إحنا معنات ليفون الأخ أبو مهند من الأردن أهلا بك مساء الخير مساء المسيح أهلا بك تحية محبة لأخت ليزيا الشديد وضيفها الكريم أهلا بحضرتك شكرا كلمة بسيطة لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين اثنين كورنثوس كورنثوس ثانية ستة أحداش قطة وكلب كان يجلسان أمام المدفع وكل واحد منهما بعيد عن الآخر جلسا بهدوء مع أنهما لا يتفقان في بعض الأشياء ماذا تلاحظ لو إنك ربطهما معاً عندها تنظر النتيجة هكذا الزواج أو تعاس مرة إما يكون رباط مقدس مبارك وإما ورطة وتعاس مؤلمة ومر المحبة هي أهم روابط زواج لأن الله محبة المحبة الروحية وليس المحبة الجسدية لذلك قبل أن تفكر في الارتباط بأحد ما تأكد بأنكما واحد في الرب يسوع المسيح لأنه ما أسعد البيت الذي يحل فيه المسيح وما أتعسى البيت الذي تحل فيه المشاكل والخلافات ما أسعد البيت الذي يحل فيه التفاهم بين الشركين وأن الزواج أهد لا عقد وذلك والله شاهد على هذا الزواج وشكرا شكرا لكم شكرا لك يا أخ أبو مهند لتعليقك الرائع الكتابي نشكرك جدا لأجل مشاركتك حضر الأسيس تحب تعلق على حاجة كان قالها الأخ أبو مهند الكلام اللي قاله الأخ أبو مهند كلام رائع وكلام زي ما حدتك بتقول لكلام كتابي وهو بيؤكد وبيؤيد الحوار بتاعنا والكلام بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه شكرا يا أخ أبو مهند كنت عايزة أسأل حاجة يا حضر الأسيس نرجع كده نقول أنه هل لو أنا عندي مشاكل في البيت الزواج ده ممكن يكون حل لو أنا عندي مشاكل بابا وماو يتخنقوا في البيت والدنيا مش مستريحة فيها هل أخرج من المشاكل دية بالزواج فيه ناس كتير بتعمل كده إيه رأي حضرك في حاجة زي كده ده مش كده وبس ده مرات حدتك بتقولي أنه هو بيتخلص من الجو دوت بأنه هو يرتبط يقولك يمكن استريح أو هي بتتخلص من المشكلة دية تقولك أنا أرتبط أحسن لكن صدقيني ممكن خالص الحاجات دية بتبقى معطل للشاب والشابة أنه هو يرتبط يقولك يعني أنا دلوقتي هطلع من بيت فيه مشاكل طب ما ممكن نفس الحكاية تبقى في بيتي طب هعمل إيه أتصرف إزاي فزي ما حضرتك بتقولي ممكن تبقى وسيلة تسرع في اتخاذ القرار بأمر الارتباط للتخلص من الحالة دي وممكن كمان تبقى يعني وسيلة مهبطة لعزيمة الشاب أو الشابة بأنه يرتبط بحجة أنه هو ممكن يواجه نفس المصير يا طيب هل أرتبط مجرد أن أنا بحس باحتياجات معينة للارتباط ولا زي ما احنا كنا بنقول احتياج أن أنا يكون لي حد بدلا ما حس بالوحدة في ناس مثلا في الغربة أو كده بيحسوا بالوحدة أنه معلش سر يعني حد يعمل لي أكلة حد يعمل لي حاجة يوضب لي سريري فهل الزواج من منطلق دوت حاجة صح ولا خطأ؟ أنا متأسف خالص إذا كان الشاب بيفكر أنه حيرتبط بدلا ما يشوف له خدامة يشوف له آسف إن أنا بقول الكلام ده يشوف له واحدة اسمها مراته وهي في الحالة دية هذا الشخص اسمحي لي أقول فكرو خطئ هو غير جدير بالمسؤولية لو أني الهدف بتاعه الأول والأخير هذا الأمر لكن خليني أنصحه أقول له ما أروع الزواج ما أروع الحياة الزوجية لما أنا بفهم إيه مضمون الزواج أو إيه المفهوم الحقيقي الشامل عن الزواج بمعنى الزواج زي ما قلنا في البداية هو عهد زواج عهد مش عقد بيتكتب بيت ميدي مش مجرد عقد ده عهد هما الاتنين بيتعهدوا مع بعض قدام قدام الله وقدام المجتمع وقدام بعضهم البعض شيء الثاني الزواج هو علاقة حميمة علاقة بيبقى الرب يسوع بيضمنها ها زي الآية اللي بتقول لأن الله هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك الله شخصيا هو اللي مسؤول عن العهد احنا تعهدنا قدام الله هنكون لبعض في البرد وفي الصحة في الفقر وفي الغنى في كل ظروف الحياة الحاجة الثالثة في الموضوع دوت الرب فيما شئته بيشبعني عن طريق شريكة الحياة عاطفيا وده شيء مهم حاجة تاني كمان احنا بنتعاون مع بعض على بناء بيت احنا بنتعاون مع بعض على اقامة كنيسة في البيت يا ده مهمة اوي 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 احنا بنتعاون مع بعض مش مجرد انها بتخدمني لا كتاب بيقول لنا وانا بحب دايما لما بعمل مرسيم زواج بحب اوي اوي كورنسوس الاولى 13 اللي بيتكلم عن المحبة صحح المحبة انا بفتكر انه اول ليلة ارينا مع بعض كورنسوس الاولى 13 في زواج حضرتك انت والمدينة احنا بقانا دلوقتي اربعة واربعين سنة شكرا الكتاب بيقول لنا ايه المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ لا تظن السوء لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق تحتمل كل شيء تصدق كل شيء ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا فلازم يبقى دا شعارنا في علاقتنا مع بعض محبة حقيقية زي ما كان الأخ أبو مهند بيكلم من الأردن بيقول ان اساس العلاقة هي المحبة دا مهمة اوي اوي كلام دا حضرت الاسيس لكن عندنا كمان دافع يمكن نعتبره غريب شوية او مش غريب يعني هقول ان دافع يمكن يكون خطأ هنسمع رأي حضرتك انه لو انا كنت في ارتباط عاطفي مثلا والارتباط دا واتفك بأي طريقة للأسف في ناس بتخرج من الارتباط دا الارتباط غيره سريع كحاجة تعويضية كحاجة عشان أثبت ان انا لسه مرغوبة وان انا لسه محبوبة وانا لسه بيجيلي ناس هل دا حقيقي صح ان انا اطلع من تجربة عاطفية فشلة او خدمة فشلة او او واخش في حاجة تانية سريعة بشكل سريع ايه رأي حضرتك في حاجة زي كده الحقيقة الكلام دا كلام عملي واقعي وبيحصل بيحصل يعني لكن بنصح كل شاب وكل شابة قبل ما ادخل على الازمات دي ان انا بتروى اننا احنا كطرفين بنتدارس بنصرح لبعد انا مرسمش مرسمش لوحة رائعة ما ابنيش قصر من الخيال خليني واقعي بحط كل الامور بصراحة بس في نفس الوقت ما جيش لسه هرطبط بيها وقولها يا بنت الناس انا راجل غلبان انا ما عنديش انا ما امتلكش وظفتي مرتبي على قده مش عارف دخلي على قده انا لغاية دلوقت ما جبت الشقة طب ما لت جيت اعمل ايه لا خليني اقول الوضع بتاعي بمنتهى الاحترام لوضعي وشخصيتي وكون حق صريح في كلامي وبعدين ان قابلت ان قابل الولدين خير وبركة ما قابلوش يبقى هي مش من نصيبي وربنا حيرتب حاجة تاني اجي بقى للسؤال بتاع حضرتك بيحصل لعدم التواصل الحقيقي والمصارحة بالاتنين انه بيحصل انهم بيصلوا الى طريق مسدود بيحصل عن اختبار ان انا كخادم بحاول ان انا اوفق بينهم ولقي البد مقفول خلاص يبقى دي مش من نصيبه يبقى هو في البداية تسرع في اتخاذ القرار للارتباط او هي تسرعت في اتخاذ القرار في الارتباط لكن الواقع كان غير كده اجي بقى للنقطة التانية بنصح الشاب والشابة اللي فشلوه او خلين اقولها باسلوب اكثر مصداقية اللي ربنا ما سمح لهم شيء انهم يكملوا وخليني اقول اللي ربنا ما سمحش مش عاوز اقول اللي هم مقبلوش بعد لا انا بكلم اخ مؤمن واخته مؤمنة اللي ربنا ما سمح لهم شيء يبقى انا مقدمتش مشيئة الرب فعلا من البداية مع اني بتبقى فيه مواقف الانسان بتصرف خاطئ بعق المشيئة الله في حياته بس بقى اوافق حضرتك مية في المية في اني انا مش لاني فشلت في ارتباطي بشخص اروح على طول من غير دراسة اروح ارتمي او اندفع لاختيار شخص اخر شو بقى قديني خدت واحد احسن منك شو بقى انا خدت شخص يعني يبقى انت مكنش تستهني او هو بنفس الشيء لا لازم ان كان هو في البداية انتظر سنة او سنتين لغاية ما يتأكد من مشيئة الرب او لغاية ما يستريح يبقى بالاولى تتروى ينتظر في اتخاذ القرار للارتباط بالشخص التاني وما يحاول شيء وما تحاول شيء انه يقارن ما بين اختباره مع الشخص الاول وبين اختباره مع الشخص التاني ده شخصية مختلفة وده شخصية مختلفة يا ده نقطة مهمة او دي حرة الاسيس لانه ساعات ان شخص بيرتبت بحد وبيتجوز وبيعاد متجوز وبعين يحصل ان الشخص اللي ارتبط به دوت يعني بعد عمرت وينت وقفه بيحب يرتبت تاني فيه مشاكل في النقطة دي انه بيعدي قارن او دي فلانة الاولانية كدت كذا وفلانة تانية المقارنة مش بتبقى في صالح لأي حد من الطرفين لانه ده شخص زي ما حاك بتقول وده شخص اخر ما عليش يخليني اقول حضرتك في النقطة دي بالذات فضل بانصح الشاب وشابة فيه شباب يقولك ان ما كانتش تبقى زي امي في الطيبة وفي الخدمة وفي الحلاوة انا ماخدهاش نعم وهي تقول ان ما كانش زي بابا في محبته لي وكل طلباتي مجابة والكلام ده كل لا كل شخص ليه وضع خاص لشخصية متميزة عن الاخر انا ما اربطهاش بوالدي او والديتي ما اربطهاش بوالدي او والديتي لكن اشوف الشخصية اللي تتناسب معايا انا مش زي ابوي طبق الاصل والدي كشخص مؤمن رائع متقدم في الكنيسة ليه وضع لخدمته لكن كان ممكن خالص ما كنش خادم فانا مش لازم اربط زي بدي ما ينفعش قرن اشخاص مختلفين ما اخدش زي تاني ببعض طيب وفي دايما بتتقال في الجوازات بيقولك الاسم والنصيب والمؤدر للأسف احنا في مجتمع بيتأثر بالقادرية اه بالقادرية للأسف يعني عايزين نقطة صغيرة كده هو يعني هل في حاجة اسمها اتنين مكتوبين في السماء ومتكلى اللون في السماء قبل الارض والحاجات اللي بنسمحها دي يعني ايه رأيك حالة الأسف شو فيه فيش حاجة اسمها قدرية فيش حاجة اسمها المقدر والمكتوب فيش حاجة اسمها المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين فيش كلام زي كده لكن احنا كناس مؤمنين كتابيين بنقول لتكن مشيئة الرب فيه آية بتعجبني خالص في قفسس اتنين عشرة بتقول لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة اسمع الحتة اللي جاية دي قد سبق الله فأعبدها لكي ينسلك فيها يبقى انا ربنا رسم لي خطة بس انا دوري ان انا اكتشف مشيئة الله كل يوم انا باكتشفها انا باكتشفها ما يبقاش سلوك بتاعي سلوك بتاعي سلوك مش مزبوط وقل ربنا سامح ربنا عاوز كده لأن الله غير مجرب الشرور وهو لا يجرب احد لأن الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسرة يبقى انا فيش حاجة اسمها مقدر ومكتوب لكن انا بتمم مشيئة الله في حياتي باكتشفها كل يوم بقربي من الرب بالخلوة الشخصية اللي باخدها بطلب الروح القدس بدراس الكلمة الرب بحرصي على اتمام مشيئة الرب في حياتي يبقى ما اقولش حاجة اسمها مقدر ومكتوب من فعل دا حقيقي دا مش مفهوم كتابي خلط الأسيس كنا عايزين نتكلم على ايه الحدود لو انا دلوقتي مخطوبة او عادة انا مع خطيبي ايه الحدود اللي بين الخطيبين لانه دي حاجة مهمة قوي والأسف ناس كتير بتتكلم فيها ايه الحدود اللي ممكن انا وهو حدود المواضيع وحدود العلاقة نفسها تبقى ايه؟ الحقيقة سؤال رائع سؤال خطير انا بقول مهما كانت محبتنا البعض ومهما كان قبولنا البعض وسعادتنا ببعضينا في حدود ايه الحدود بقى؟ حاجات اللي الرب قيل عليها ايه؟ ممنوع اللمس هم مخطوبين ممنوع اللمس مش صعبة دي حج الأسيس مش آية انا بقول لا بس هي مش صعبة طب يا حد الأسيس انه ممنوع اللمس وهم مخطوبين كلمة ممنوع اللمس هم وهم بيسمعوني فاهمين انا اقصد ايه؟ اه اوكي مش غلط ابدا ايدي في ايدها اه اوكي مش غلط مش هنقول بقى فلان قال ممنوع اللمس يعني ما انا بستفهم بس اوش اكتر يا حدود لكن القبولات والاحضان مقدمة خطيرة لما يمكن ان يتمادى فيه اي من الطرفين مش بقول هو لا اي من الطرفين وتعرف حدرتك بتكون النتيجة ايه؟ انه هو بيستدفه مش عارف دي معروفة ولا لا هو مش عارف اقول بيحتقرها مش عارف اقول بيحتقرها ممكن بعد كده بيحتقرها اه يعني اذا انت سمحتيلي رغم ان انا طلبت ورغم الحاح الشخص اه مع الطرف الاخر لا ورفتها بالمحبة يعني ساعات انه لو بتحبيني اعملي يعني للأسف بيربطوها بالمحبة فالبنت عشان تقوله ان هي بتحبه فبتعمل فدي حاجة خطيرة انا مش فاهم تعمل ايه يعني خلينا حضرتك حاضر اه اقول لحضرتك بنصح الشابة المخطوبة او اللي لسه مزمعة انها تتخطب بنصحها انها ترفض مثل هذه الامور شكلا وموضوعا لان انا بنصحها كمان ان العريس اللي زي كده ممكن خالص يفكر في نفسه الله لما هي سلمتلي في نفسها بالصورة دي من يدري ماذا كانت تفعل قبل ذلك مع اي حد قبل كده معنا تليفوني خلط الاسيس بعد اذنك الاخ ابو سيري من فلوريدا اهلا بيك اهلا بحضرتك يعني الحقيقة البرنامج ممتع جدا يعني شكرا لك وانا بشكر الرب لقرح مثل هذا الموضوع على شاشة الكرمة نشكر الرب ده حقيقا انا في عندي سؤال الاخ الخوري القسيس المحترم اتفضل حد فلك اتفضلي معبوم اذا كان اذا تحياتي يا قسيس تحياتي سلامات شكرا اهلا بك من تقوى بالرب فلا يخذى امين اه اذا كان الرجل المرأة لا نفرض انه بدهم يناموا سوى يعني يعني بما معناه بدي يناموا بدي يناموا معروف انه زوج وزوجة بدي يؤهوا الى الفراش احاك بدي تكلم على علاقة زوجية اه تفضل انا بدي اطرح السؤال انه اذا كان اذا كان رجل صلى من اجل ان يقيم اه 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 هذا الـ يعني من اني ينام مع زوجته يعني بما معناه يعني هل هذا غلط أو ما شابه يعني في الحقيقة احنا مش بنتكلم على العلاقة الزوجية احنا بنتكلم على ما قبل زواج احنا نسا ما دخلنش في العلاقة الزوجية لكنه الأسيس عنده أي تعليق على السؤال حضرتك زي ما حضرتك بتقولي احنا مش بنتكلم على العلاقة الزوجية ده الكتاب بيقول في العلاقة الزوجية يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامراته ويكون لاثنان جسدا واحدا يبقى إذا في أمر الزواج لا يزم يناموا مع بعض ويرتبطوا ببعض وربنا يديهم نازل إلى أخر لكن كل الحرص بتاعنا محبتنا للشباب المقبل على الزواج أو على الخطبة بالزجفة أيامنا دي بنشجعه أن يكون حريص في التعامل مع الإنسانة اللي حيسعد معاها في علاقة زوجية حميمة في المستقبل بس لكن احنا ما بنقول شي على أنه هو يقد حرصه في علاقة لا دي مراجه لا طبعا دي شركة حاجة دي شركة عمره دي لحم من لحمه عظمه من عظامه بالضبط بالضبط والجنس ده ركنة مهمة في الزواج ده أكيد مش عايزة كلام طبعا ده أكيد معنا الأخ أبو فادي من مصر أهلا بيك أخ أبو فادي ربنا بارككم لأجل موضوع الحلقة المهم جدا قناة الكرمة دائما بتعطي لنا موضوعات مهمة قوي تنشئ وأفكار رائعة لكن أنا عاوز أقول لحد أسيس دلوقتي لو فيه بنت تتفرج علينا في الشرق الأوسط أو في العالم العربي اتخطبت مرة واثنين وثلاثة ونفسيتها تعبانة وحاسة بشيء من الفشل حاسة أنها طبعا مضغوطة أنها مش عارفة تلخبطت يعني جربت مرة وتخطبت وتفكت وجربت مرة وتفكت ومرة وتفكت وبدأت فيه شوشرة بقيت حاسة أنها ضيعة تقول لها إيه حضركة أسيس وكلام ربنا اللي يوصل لها دلوقتي دي نقطة أنا عاوز أقول القناة الكرمة ربنا بارككم لأجل إحسابها صح وتعيشها صح فعلا ربنا بارككم أنه أنت بتنقله بس حي للشرق الأوسط لعالم العربي كله ربنا يبارك قناة الكرمة أنها بتنقل لحظة بلحظة الحدث الرائع جدا وأنا بقول لكل حد إحسابها صح خدم في إحسابها صح ربنا يباركوا ويستخدموا لمجد إس شكرا لك يا أخي أبو فيدي حقيقي فعلا إحسابها صح ده حاجة مهرجان رائع جدا جدا وإحنا منتشرف أنه قناة الكرمة بتنقله على الهواء مباشرة وأحداثه دلوقتي ولسه كمان هيكمل كمان من المفروض النهاردة تقريبا آخر يوم ده رائع أن أنت بتقدم الشكر لرب وقناة الكرمة منشكرك جدا وسؤال مهم قوي يا حضر الأسيس أنه لو أخت حصل كذا مرة يعني الخطوبة بتاعتها تفكت تنصحها بإيه؟ أكيد نفسيتها مدمرة أكيد تعبانة أكيد مش قادرة يمكن تتفكر في حد تاني جديد خوفا من الفشل برد خلينا نقول الكلام اللي احنا تكلمنا فيه في الأول اللي قلنا أنه تخوفنا من وحدة خطبت وتفكت فبتضطر أنها تقرر وبسرعة في الارتباط بالشخص التاني فربما تكرار هذا الأمر نتيجة تخوفها من أن الأطر يفوتها يا طب ننصحها بإيه؟ ننصحها بإيه حد الأسير حاضر فبتضطر أنها تعمل كده أنا بصلي علشانها أن ربنا يديها هدوء نفسي أمين يديها سلام في القلب يديها أنها تتمسك بربنا وتثق أن نصيبها أعزم بيقولوا أن الرب حيرتب لها الإنسان اللي بحسب ما شيئته عاوز أقول لها أن الاختبارات الصعبة اللي مرت فيها سدقيني وأنا بقول لها سدقيني وإذا كانت وإذا كانت هي سمعانة سمعانة دلوقتي بقول لها سدقيني الرب حيرتب لك الإنسان المناسب وما تندميش على المرات اللي حدت اللي فيها ارتبطي وربنا ما سمعش أنك تكملي طب ما يمكن كنت حتستعابي لكن إحنا نوعدك أننا نصلي على شانك أن ربنا يألك الشخص المناسب اللي فيه تنسي كل الظروف الصعبة اللي مرت فيها أو المرارة اللي انت حسيت بيها وهيعوض لك في سعادة غامرة وفي علاقة زوجية مباركة حميمة بحسب ما شئت أمين أمين يا حضر الأستيس كمان أنا عايزة أقول حاجة صغيرة أنه خطوبة فشلة أحسن ما يكون جواز فيك يعني خطوبة مش مشكلة خطوبة هي مجرد يعني اتنين بيتقابلوا وممكن مشروعي ممكن ينجح وممكن يفشل مفيش مشكلة لكن الزواج بيبقى أصعب كتير قوي قوي معنا الأخ ابن الرب مكويت أهلا بيك مساء نور أهلا بيك تفضل أنا عندي مشكلة نفسي أعرضها عليكم يمكن شوية غريبة شوية لكن أنا نفسي أن أخذ رأيكم فيها اتفضل حضرت وإحنا من حوالي ثلاث سنين كانت معي واحدة في الشغل وكانت كويسة وكذا لكن إحنا لثنين ما كناش نعرف الرب فكان فيه ارتفاء وترابط ما بيننا في خروج ودخول وما إلى ذلك الأمور اللي هي قدت أن إحنا ممكن نقول أن إحنا بنحب بعض وكذا للأسف بعد سنة سنة هي تركت العمل بطريق يعني مش كويس مع الشركة فمشي فأه حصل مشكلة يعني حصل مشكلة يعني حصل مشكلة معه في الشركة ومشي ومشي وإحنا لثنين ما كناش نعرف برد بغاية بعد المشكلة دي بشوي من حوالي بعدها بحوالي سنتين أنا عرفت الرب مش هي أنا عرفت الرب عرفت جدا بس كان لث ارتباطي معها بكلمة إن هي للمفروض إن هي تكون حكم المخطوبة وانتظرت طول الفترة هي بتحاول تجاهد بتحاول تفهم بس المسيح مش كواء ما فهمتش مش قادرة تفهم يعني إيه الحياة مع الرب وما تفهمش قراراتها يعني إيه مع الرب ومش عارفت تتقدر إيه هي النعمة وإيه هو الرب لإن أنا ربنا اتقادني عن طريق قنواتكم يعني عن قناة الكرمة عن طريق اجتماع ابونا مكاري وعن طريق قناة سيد سيفل عن طريق الأسيد سامح في الصف وشاري جورج وماهر ثويل وكل الناس الناس العظم بالغربة بجانب الأماكن اللي احنا فيها الموضوع شوية مختلف هل أكمل معاها وأساعدها هي عندها سوق فأعرف بس أنا مش عارف من يدها إيه بس لازم هل أكمل معاها استباطا لأنها من هالزم في الحصل ده كله إن أنا عارفت ربنا أو لأ طب وهي زمبها إيه ثانية ثلاث سينين عدد مرحلة الجواز فيه ثبات فيه حب حتى ينسبب لها جح جدير لو تركتها وشتتها هتتقلم الألم ده هيقودنا إن ممكن هي تتصرف أي تصرف البنت ده ممكن يكون غير محسوب وبالتالي أنا ضميل هيقلمني طب ولو كملت معاها أنا مش عارف أقدر أثر عليها ولا لا هي بتستجيب بس مش عارف ما للإستجابة دي عشاني وأن عشانها هي لا لا بالعكس حالك وضحت الموقف ده رائع جدا وسؤال مهم جدا شكرا لك يا ابن الرب وإيه رأيك حضر الأسيس الحقيقة أنا يعني بثني مع حضرتك إن أنا بشكره جدا على مشاعره الحلوة وعلى قلبه الحلو وعلى حرصه الشديد على مشاعرها وعلى مستقبلها بس خلينا أقوله مبروك عليك معرفتك للرب وأقوله حاجة تاني مهمة قوي إنك ما تكونش هترتبط بيها شفقة عليها تاني كده حرك الحطة دي ما يشألها تاني عشان دي مهمة قوي حاضر عشان مش بس لأخي ابن الرب للناس كتير قوي قوي عاوز أقوله أنا بشكرك على مشاعرك الحلوة وحرصك الشديد على مشاعرها وإنك ما زلت متمسك بيها ومشاعرك من ناحية ظروف العمل وإنها ثابت الشغل والكلام ده كله لكن أنا بقولك من فضلك ما ترتبطش بيها شفقة عليها لأ 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 سوري لكن لازم تكون متأكد إن هي بصرف النظر عن كل الحاجات اللي حصلت حواليها إنك ما زلت مخلصا بتحبها لشخصها بتحبها رغم كل اللي حصل الأمر التاني والأهم حضرتك ذكرت حتة مهمة إنك أنت اختبرت الرب وهي بتتجاوب معاك لكن هل هي فعلا اختبرت الرب ولا لأ ولا لأنها بتحبك وحاسة إنها حتكون سعيدة بالارتباط بيك فبتطيعك في كله وحتى تاني أنا أخشى منها إنك إنت لما تكلمها عن الرب وإنها لازم تقبل الرب توحي لك أنها قد قبلت الرب وذلك للارتباط بيك ما هو قال كده قال أنا خايف لحسن تكون بتقبل للرب عشان خاطري تمام في حتة برضو اللي هي بكررها من فضلك ما ترتبطش بيها لأنك تشفق عليها معلش برضو قد قدوا نفسكم فرصة ومش هقول لك إركن الموضوع ده على جام لكن إذا كان حضرتك بتروح كنيسة خليها تروح معك خليها تبني روحيا وتتأكد من أمر قبولها للرب بعد كده أقدر أقولك أشجعك أنك ترتبط بيه شكرا لك حد الأسيس ومعينا الأخ يوسف من يوجيرسي سوري أسفين لانتظارك أهلا بيك يا أخ يوسف هلو أهلا بيك يا أخ يوسف أسفين لسيبناك لنتنتظر مدة طويلة أهلا بخير اتفضل حريك على الهوى أحب أمسي على الأخت ليديا الأخت الفاظين ليديا وجناب الراعي المحبوب اللي بعتز به كتير جدا جناب الراعي القس جمال فهيل الحقيقة استمتعت بالحوار الشيق الممتاز والنصائح المجالية من جناب الراعي المحبوب ربنا يباركك برعايته لكنيستنا بأسوط أنت حبيبي عندما كان حضرته وكنت أنا في ريعان الشباب أنت شباب لسه أعتقد أنه هو يعرف المدة أكتب أعرف تماما هذا الكلام قد يكون من خمسة واربعين أو من خمسين سنة بالتفاكر بالضبط هو يعرف زي ما بقول تأكيدا للنصائح الممتازة أود أن أؤكد لكم أنني اتبعت هذه النصائح الممتازة أثناء انتباب ثلاث بنات وأربع أولاد لأنه ربك رمني بسبعة وأشكر الله ربنا يبارك فيهم وكان ذلك بمشيعة الرب بالتأكيد الآن عندي تسعتاشر حفيد أشكر الله ربنا يحميه ويحميه من جناب الراعي المحبوب اللي فكرني جدا أن يذكرني في صلواته بخصوص الحالة المرضية التي أعاني منها أيضا لا أنسى أن أشكر كناة الكرمة للعمل اللاجح والبرامج الممتازة التي تغطي كل النواح الرحية والإجتماعية وأصلي مزيد من النجاح للكرمة ومن المجد إلى المجد دائما والرب معكم أمين أمين بنشكرك جدا يا أخ يوسف لأجل كلامك الرائع بنشكرك لأجل أنه كلامك طالع من القلب والأجل بركة الرب كمان بنشكر الرب لأجل بركته على حضرتك وعلى أولادك وأحفادك ومن جيل لجيل هل اكتعرفون الشيخ يوسف منصور ده حبيبي وصديقي وكنا بنخدم مع بعض في الكنيسة اللي كان فيها في أسيوت وهو صديق حميم وأولاده حبيبي وأحنا بنصلي لأجلك ونوعدك يا شيخ يوسف أننا نصلي لأجلك وعاوزك تتشدد بالرب وتفرح بالرب وربنا يباركك ويبارك أولادك وبناتك وأحفادك أمين وموضوع كبير زي ما حالك عارف في حال الأسيس لكن عايزين نقش في حاجة صغيرة كده هو عشان الوقت قرب ينتهي في أجالة كده حالك عارف دلوقتي في تعارف عن طريق الإنترنت حاجات موضة والسكايب والتليفونات والناس بتبعث والفيسبوك والحاجات دي كلها إيه رأيك في حضرتك في القصة دي يعني هل في نجاح في القصة دي هل ينفع أنا أرتبط بحد عن طريق الإنترنت والموضوع ينجح أو من بلد أخرى اختلاف الحضرات والثقافات إيه رأيك في حاجة زي كده حضرتك سألت سؤال خطير وأنا ربنا أذكرني بحاجة مهمة خليني بنصح كل شخص العلاقات العاطفية أنا أقصد حاجة تانية غير الكلام لحد دي قلت هناك من يقيمون علاقة عطيفية وعلاقة جنسية من خلال الإنترنت والحاجات دي أنا بنصح وإذا كان لي الحق أنا أقول أحذر كل من ينزلق في هذا الأمر وبصلي أن يشفي الرب الذين غلبوا وأنا بخص بالذكر المؤمنين وبعض القادة وبعض القادة ما عليش أنا بقولها خلينا أقولها بعض القادة لأنه طرحت كثيرين جرحة وكل قتلها أقوية للأسف أن يطلب غفران من الرب ويقف عن متابعة هذه الأمور أنا فيه ناس كان بتشتكيلي بتقول لي أني الراجل بتاعي بيسيبني نايمة الواحد في السرير ويقعد على الإنترنت الليل كله هذا أمر خطير خلينا أدخل في السؤال بتاعك معلش أنا لما حضرتك ذكرت الموضوع ده أنا هو بس فعو جيلة لأنه فضلنا أربع دقايق بس الأمر التاني أنا مش ضد أنك تتعرف عليها عن طريق الإنترنت لكن أحرس كل الحرس أننا أقول للشاب والشاب شيء كويس أنك تعرفت عليها يمكن كان صعب أنك تتعرف عليها من غير هذه الوسيلة لكن هذا لا يمنع ضرورة اللقاء الشخصي قبل أي خطوة إيجابية يعني ما ينفعش أنك ترتبط معاها من خلال الإنترنت وتتفق الخطوبة تبقى إمتى وفين وإزاي وينفعش كويس خالص أنك تعرفت عليها أو هي تعرفت عليك كويس من خلال الإنترنت سواء في نفس البلد أو في بلد تاني برضو ما عنديش مشكلة لكن خلينا أقول قبل ما تاخد قبل ما تاخدي أي خطوة إيجابية من فضلك ادي نفسك فرصة كلف نفسك أنكم لازم تتقابلوا وجها لوجه لازم يعودوا فترة مع بعض وتعودوا فترة مع بعض وبعد كده نقول لك ألف مبرو ده أكيد أكيد ومنصيحة نقول احفظ نفسك طاهرا صحيح دي نقطة مهمة كمان يعني دلوقتي في حاجات بتحصل خلافات بعد الزواج لأنه للأسف بقاش فيه كل واحد يعمل كشف طبي إيه رأي في موضوع كشف الطبي دوت اللي قبل الزواج أنا راجل موسخ بقالي سنين وقاسف أقول أنه من ضمن مسوغات الزواج أنه لازم فيه كشف طبي يا حاج بتوافق علي آسف أنا بقول آسف ليه لأنه ما بيحصل شي كشف طبي بيروح ياخد الشهادة يمدل عليه ويختمهاله أنه صالح للزواج وأنا بكتب في العقد أن الشهادة بتقول أنهما صالحين للزواج لكن الحقيقة بتكون غير كد ده موضوع الحقيقة بتكون غير كده أنا بقى كعريس لسه أقدم على الزواج أو كعروس مقدمة على الزواج خليني أكون أمين قدام الرب وأكشف من خير بدل ما ييجوا هم ويضطرون أن أنا أعمل كده لأنه بيحصل بيحصل أنه أبو العروسة بيقوله لازم تروح للدكتور لازم تكشف هو بقى بيجي تحرج بيجي تحرج على الموضوع فده صعب فهو يسأل نفسه في الأول يكشف إذا كان ربنا إداله إمكانية أمين 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 الحديث شيق مع حضرتك يا كناب القص جميل فهيم نشكرك جدا لأجل وجودك معنا عزيزي المشاهدين استمتعنا بوجودك ومشاركاتك وأسئلتك ونتمنى أن نلقاكم في حلقات قدامة إن شاء الله من بناماتكم الكرمو مباشر والرب معكم موسيقى الكرمو وإحنا الأخصار هننشر حب في كل مكان نفتح قلبك يسعب يحبك نور حياتك بالنماء الكرمو اشتركوا في القناة